إذا سلمنا بهذا الأمر وأنه قد هرب طب باتشيكو ما هربش باتشيكو مش أخذ العلبة وفيها الفلوس وتوكل على الله دون أن يخطر على الأقل لأنه كارتيرون أخطر ودفع الشرط الجزاء هو التصريحات اللي ترددت في الساعات الأخيرة أنه كارتيرون زالت الأسباب التي أدت إلى هروبه وأنه كان في أسباب إدارية معينة كانت وراء إصراره على الرحيل وقبوله بعرض التعاون يعني طبعا مع اعتراضي الشديد على ما صدر من نادي التعاون والقصة اللي حصلت لكن هو جاله عرض كراجل محترف وشاف أنه ظروفه الإدارية والتعامل مع الإدارة في الوقت ده ما كانتش مناسبة فعلشان كده ترك يمكن ظروف باتشيكو أو قرار باتشيكو كان يعني أسوأ من الناحية التعاقدية والاحترافية والأخلاقية إنما برضو أنا برجع تاني أقول هل هو قادر في هذا التوقيت مع توليه الأمر أنه هو يعني يقدر يصلح موقف الفريق؟ كان هناك يعني متأخرات كثيرة جدا للعبين وطلب أكثر من مرة من الإدارة الوفاء بالالتزام ولم يحدث ودايما وجد نفسه المدير الفني ومشاله دي المدير الفني بيبعارف قد إيه الصداع اللي كل يوم منزل التمرين يلاقي اللعيبة وقفاله فين فلوسنا أخطر إدارة أكثر من مرة ولم يحدث وبالتالي قرر رأى الانسحاب وحصلوا هرب النجاز وشوفنا برضو مواقف كتير من اللعيبة تانية بس برضو بص معلش دي بطولة إفريقية غايبة عن الزمالك من سنة 2002 أنا أمشي والزمالك حيلعب الدور قبل تلات ماتشات ويحسموا اللقب أمشي في الوقت ده يعني عارف بشيكو ماشي في اليغمة كده الدوري لس شغاله والدنيا ماشي يعني مفيش حاجة محددة إنما ده أنا عندي تلات ماتشات يحددوا يحددوا تلات بطولات دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي وكاس عامل أنديا اللي ما تأهلش لها قبل كالزمالك تمشي في هذا التوقيت هو دي النقطة أه هو كان توطر شديد كان توطر شديد كنت عايز تقول حاجة ريني فيلر مشي من الأهلي بطريقة يمكن أقل وطأ شوية بس مشي من الأهلي وأنا من وجهة نظري إن ريني فيلر قدم أفضل كورة قدمها الأهلي في العشر سنين الأخيرة الشوية من شهر تسعة لغاية ما مشي آخر تسعة للسنة اللي بعدها قبل كورونا أحلى كورة قبل كورونا قبل كورونا أكتر بس هو بعد كورونا يدوب الماتشات اللي عملها لكت بعد عودة الدول أحلى كورة تقدمت من نادي الأهلي يعني ستايل جديد من الكورة والضغط اللي هو كان غريب علينا على الكورة المصرية وصنعت اللعبة من وراء وحاجات كتير قوي فنية عملها طب هل ممكن يرجع؟ أنا ما أعتقدش إن إضافة الأهلي هترجعها ما أعتقدش طيب يعني خلينا في الجزئة دي برضو عشان في بعض الأمور يا دكتور طارق يعني عدم مستحقات لعبين وكذا وكذا وتوتر في العلاقة وإنت كنت عارف الإدارة السابقة وطريقة التعامل ودول ناس أجانب لهم طريقة معينة في الكلام وفي التعامل يعني ربما إحنا رايحين في حتة خلفياتها مش موجودة قوي عندنا لأنه الإدارة السابقة كان لها اسلوب معين في التعامل كل الناس عارفها ودول الناس برضو ليهم ما علينا لكن خلينا نقول إنه اللعيبة أنا عرفت النهاردة في فرح شديد بوجود كارتيرون لأنك تعلاقت بيهم علاقة في منتهى القوة والجمال أما مسألة يقتر أو لا يقدر هو في النهاية عارف لعيبة الزمالك والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى في الأول وفي الآخر يعني اشتركوا في القناة